لكن شيء محمود أنه الراجل ملتزم بسيستم جوه جوه الحكومة الحكومة رسمياً أعلنت عن المشروع هو الراجل بيوضح بعض الأمور في البيان والحقيقة أنا برضو لازم احترم هذا الأمر لأنه هفضل بقى أنا طب هنجيب كامل فندم طب هنعمل إيه طب هو راح فين طب الشركة دي حقيقة أنا همني تلات نقاط مهمة النقطة الأساسية في هذا المشروع أنه مشروع مش وهمي ولا فنكوش زي البعض ما بيكتب اتنين هو مشروع تساهم في الشركات الوطنية المصرية تاني الشركات الوطنية المصرية مش مشروع أن أنا بسلم أنا آسف يعني بسلم دقني للأجنب وأقول له تعالى اتفضل اعمل اللي انت عايزه عيب عيب ما بتقال كده على الدولة المصرية عيب عيب ده احنا الحدود بتاعتنا تلات حدود ملتهبة وبنحافظ على مقدراتنا وبنحافظ على أمننا وبنحافظ على استقرارنا بالصورة اللي ما بتشبهاش أي دولة في العالم هاتلي دولة في العالم فيها تلات حدود ملتهبة كده عندك السودان عندك ليبيا عندك غزة هاتلي دولة في العالم فيها تلات حدود بالطريقة دي وانت في الآخر مواردك محدودة انت مواردك محدودة ومتأثرة بسبب الأحداث الجارية فانت ما تيجي تتكلم وبالذات المصري أنا بخاطب المصري اللي هو أخويا اللي هو ابن البلد دي لما تيجي تتكلم عن بلدك احترم بلدك انتقض المسؤول زي ما أنت عايز لكن أوعي عيدك ترتفع على بلدك لأنه فينا غمليمين دول ماشي كده إنه يا عمي لا مش يا عمي مش يا عمي ويا خالي ويا جدي لا احترم وانت بتتكلم على بلدك وانا ماجي برضو بتكلم على بلدي احترم وانا بتكلم على بلدي انتقض مسؤول كما كان لكن ما تجاوزش هذا الأمر لأن العين مش ممكن ترتفع على حاجب زي ما بيقول